من مقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدأ الفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات برئاسة السيدة ميس كيريم جيسيد تيكاني لقاءاته صباح اليوم حيث أجرى لقاء مشتركا حضره ممثلون عن وزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة والمالية والوظيفة العمومية والعمل والتحول الرقمي وأسرنة الإدارة وقد تناول اللقاء شرح مهمة الفريق الأممي الزائر وطبيعة عمل القطاعات المشاركة في هذا الاجتماع وباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تناول لقاء الوفد الأممي مهام هذه اللجنة كهيئة استشارية تساعد الحكومة في الجهود الرامية لترقية حقوق الإنسان قدمه عضو المكتب الدائم للجنة السيد عبدالفتاح البابا كما توقف الوفد الزائر بمركز الاستطباب للأم والطفل بمقاطعة الكسر حيث قدمت مديرته السيدة فاطمة بن عبدالقادر شروحا حول مهام هذا المركز والخدمات التي يقدمها واختمت الزيارة بمركز الحماية والدمج الاجتماعي بمقاطعة دار النعيم حيث تابع الوفد الزائر أرضا قدمته مديرة المركز السيدة مريم بنت بابا حول مهامه وما يقدمه من خدمات لصالح الأطفال المستهدفين ضمن عمله